السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم عيوم جديد وفيديو جديد وصفتني اليوم ان شاء الله تكون عبارة على كيكا التفاح جدا اقتصادية سهلة وفي نفس الوقت تجليدها كيكا بحجم عائلي نتمنى ان شاء الله تنسى احسنكم واعجابكم ونتمنى الفيديو ديالي يلقاكم باحسن الاحوال وبصحة جيدة يارب بقوا معايا باش نشوفوا المقادير وطريقة صحتها فبنسبة للمقادرة كيكا نحتاج اربعة الحبات من البيض ضروري البيضات يكونوا بدرجة حارة الغرفة نحتاج هنا تفاحات كبارين محكوكين يعني كنقشرهم ونحكوهم طبعا تفاحات تأكسد معانا كي يغمق اللون ديالهم نحتاج كأس عمبة تقريبا من الجوز اي القرقاء اللي كان قطعوا طريفة صغيرة غبل مص ما كانت تحنوش جوش كيسان عمبة من الزيت من السكر عفوا اي سكر سانيدة واحد كاز العمبة من الزيت نباتي دائما هالكيسان عبر ديالهم مية وخمسين ملي كاس من الماء تهوة مية وخمسين ملي وكاس من الحليب ونحتاج واحد معلقة فاني سائلة او لفاني سكر سكر اللي عندكم موجودة خميلة الحلوية من فئة 15 جرام ومالقة صغيرة من القرفة اللي عن خلطة مباشرة مع السفح فاول حاجة كما تلاحظوا معايا غنعمل هنا اربعة البيضات في احد البول ونطرب فيهم بها الطريقة طبعا طريقة اللي عمل الكيكة جيد سهلة وكل شيء عرف يعمل الكيكة ونحاولوا نطربوا ذلك البيضات مزيان حتى يدعف الحجم لهم ونزيدوا عليهم علقات فاني هذا الفانيه هذه نصحكم تعملوه في الحلويات لانها تخلي دائما طيبة وأنها رائعة في حلويات الكيكات نضيف هنا كيسانت السكر طبعا حلاوة تبقى حسب الرغبة ولكن وخاهم لديك كيسانت السكر الصراحة ما جيتش حلوة نضيف الزيت هنا ونواصل تطريب الحليب ثم الماء يعني الماء عادي يعني الماء بارد ماشي الماء سخون او لا ما عادي بارد نضيفه ونضيف دقيق الماء ثم نضيف الدقيق اللي لم تكلمين الماء لكن نعمل هذا نحتاج الكيسان من الدقيق ودائما كما نقول كما نقول من الدقيق الذين لا نصبح كيسانت السكر مثلا يعبر اي كاشي ونقوم بشربة ونقوم برد لديك الزيت ونقوم برد السكر ونقوم برد طحين كيف تكون وضبطة نضيف خميرات الحلويات تقريبا معلقة كبيرة مايو عادية ل 15 جرام ومن بعد نتطر بغيب طراب اليدوي يعني صافي ما كان بقاش نحتاج طراب الكهربائي نتخلي الخالج نوعا ما خفيف لا تكون ناشي تسقيلة بزيف لان هذه الكيكة تجي نفسك من داخل تصفحك يخليها لا تجي شي كيكة ناشفة عادية صافي الخالج لجيت كي ما تلاحظه معي ودعبها طويسة اللي عملت فيها التفح محكوك وضيفت عليها القرفة عندي فعلها مباشرة القرقع ونخلط مزيان هات الخالج باش نعملو في وسط الكيكة بالنسبة نلقاء لعب المستعمال هو هذا يعني شكل دياله مصطي السيني اللي كان داخلوها الفران طبعا دهنته بالزبدة ورشيته بشوية طحين باش بالكيكة ما كتلسق شي معانا كنحاول نخلط مزيان الخالج لانه ما بيد من دهنت السيني يحتى كنزل نلقاع نعمل هنا يغينوس كمية من الخالج بالطريقة هاتي فهذا كيكة الصراحة من كد نضو تعملوها دغية بسرعة خمسة دقائق مكدياشي معاكم يعني الصنع دياله ندخلوها الفران طبعا فمن بعد كنعمل هذا الخالج التفاح مع القرقع والقرفة كان عملو هنا هيدا في فوص الكيكة واللي بغا ما تدفع ليهم وحجد المعلاقة السكر بني يزيدهم يعني لك تعجبوا الحلاوة كتر وكتر يقدر يزيد وحجد المعلاقة من السكر الأشقر سوف نحاول نوزع مزيان هاد تفاح جميع الجوانب من الواسط باش كاتجينة بتساوية ودائما كان قولكم اللي كيشاهدني الاول مرة او للي اول مرة كيتشوف القناة ديالي والفيديو هادي يالي كنتمنى يضغط على الجرس الاحمر باش دائما كيوصلكم الجديد والاشتراك في القناة ولي مشارك معايا وكيقول لي قويب هادي ربما مكيوصلكم شي الجديد ديالي كنتمنى منكم اه تعودوا اه تفاعلوا الجرس مرة اخرى باش دائما كيوصلك الجديد مهم وكان شبر هنا الخالد المتبقي اللي بقى لي نوز الخالد كان عمله من فوق كان حاول ما امكان غطي مزيان بهالطريقة هذه الخالد التفاح اللي عملت وصف فيها الكيكة نواجده ما علينا ندخلها الفران لكيكو مسخن مسبقا بعشرة دقايق كان دخل الفران على درجة الحرارة 180 من الاول غين من تحت فقط تقريبا من 20 حتى 25 دقيقة من بعد كيوصلك من فقط حمرت وهذا هو الشكل النهائي اه كيوصلكم مشي في حل اي كيكة عادية من فوشة من فوخة نشفة كيوصلكم 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 شكر غلاسي او القرفة او البستاج اللي بغيتون هانتما انا كانوا لكم قاوم ديلا من الداخل كيفاش كتجي يعني مفزقة وكتجي غزالة وطبعا القرقع كيعتيها واحد جمالية احسن واحتدك النكهة القرفة فمؤهم جزم طبق التقديم ان شاء الله سوف انا عملتها بهالطريقة هادي ثم يبقى الخسارة للكم كيكة عائلية في فصل الصيف لما لا هيدا الميريندا في العشية مع كويز داتي او الكويز القهوة كنتمنى ان شاء الله فيديو ديال ان يومينه استحسنكم واعجبكم وكنتمنى احتل كيكة دنال اعجبكم واستحسنكم وتجربوها دمتم اوفياء الى اللقاء مع وصفات اخرى دائما شكرا على حص المتابعة ولانا موعد مع وصفات اخرى ان شاء الله باذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة